بسم الابا الابن والروح القدس الى الواحد امين عاوز اقول لربنا كسفتني كسفتني بمعناها الجميل يعني اللي بتعمله معايا ما استهلوش واكتر كتير من توقعاتي واكيد يعني اللي بيحصل ده يدل انك بتحبيني قوي رغم اللي انا بعمله لما الواحد يبقى عارف انه الناس كلها قادرة تشوف انه وحش او غلطان في حتة اللي خلاني افكر في الموضوع ادى بصراحة المرأة التي امسكت في ذات الفعل ستة دي جاي انه جايبينها من مكان الخطي لبسة تهمة وسمعتها وحشة ومسكن لها الطوب وبعدين ربنا يسوع عمل ايه ركع جنبها وقعد يكتب على الارض وبهدوء شديد الصوت كان عالي والناس مسكة طوب ولحظة غليان وهيرجموا وهيبقى فيه دم هيبقى منظر صعب وهو منتهى الهدوء وقفوا قال لهم اللي منكم من غير خطيئة يبتدي يضرب وركع جنبها تاني عشان يقول لا انا جنبك انا المسؤول مش انتي اما تقدرش تنطع دلوقتي وبعدين فضلوا يتكلموا ام وقف لهم تاني وبعدين هم ابتدوا يكشوا بقى واحد ورد تاني بعدين سألها اما دانك احد قالت له لا قال لها ولنا ولنا بس هو عارف انه غلطانا اذهبي ولا تخطئي ايضا انا حستها بتقول له صراحة كسفتني انا استاهل الاعدام واستاهل انك انت بالذات كديان تحكم علي واستاهل اتشتم وتهزأ واتضرب وموت انما انت ازاي كده انت مش بس طلعتيني بريئة انقزتيني من الرجم البشع ده انت كل اللي طلبته ما تعمليش كده تاني ربنا بيعمل معانا كلنا كده بدون استثناء بيغطي على عميلنا بيوقف الطوب اللي ممكن يترمي في وشنا بيستحمل هو الطوب عننا ويرجع بس يطلب طلب واحد وبرضو مش بنعمله لا تعود تخطئ ايضا حتى الطلب البسيط ده بكسفها كثيرة برجع اغلط تاني نفس الغلط بطرس كان ممكن يقول له كسفتني انا عملت جدعة وعادت اقول لك لو انكرك الجميع انا لا وان امكان اموت عنك وكنت بكلم من قلبي وبحماس وانت عارفني لما سخن يعني وانت فضلت ساكت وسامعني ومتقبل الكلام وما قلت ليش اطلع من دول يا بتاع كلام انت قبلت الكلام وقلت لي بس لما يصيح يديك مرتين هتكون انكرتني ثلاث مرتين ورغم انك نبهتني ما فاتش الليلة ما عداش يوم كنت عملت العمل وافاجأ انك بتدور علي يوم الحد الفجر عشان اتخدني في حضنك وتقول لي انا مسامحك مسيح كان بتدور على بطرس اول واحد في التلاميذ وبعدين قدام التلاميذ في لقاء تاني تسألني بتحبني بحبك ارعى خرافي من غير ما توجعني ولا تقول لي ليه عملت كده وليه طلعت فيها وليه شفت روحك وكسفتني بالزوء وقلت لي ولا كان في حاجة حصلت يرجع خدمتك عادي جدا داود ممكن يقول له رب كسفتني بقى بقى انا نبي وبتاع مزامير والاجيال كلها هتقول ورايا من مزامير داود وبعدين اعمل العملة السودة دي وخلي اعدائك يشماتوا فيك الشياطين قالوا له دا الراجل بتاعك مش دا النبي بتاعك في زمن دا جبت لك الكلام وانت في الاخر ايه رفعت عني اول ما قلت اخطأت كان الراجل بتاعك بيقول لي نقلت عنك خلاص لا تموت اديك عمر واديك توبة ورجعك تاني احسن بالاول ويطلع التاريخ كله بيقول داود الذي قلبه ايه حسب قلب الله معقول بعد كل دا يطلع دا المسمة بتاعي للاجيال كلها حسب قلب الله بعد البلاوي دي اذا اي واحد عاش مع ربنا هو لازم هيجيله اللحظة واللحظات ويمكن الابدية كلها اللي يقول له رب كسفتني كسفتني بحنيتك ورحمتك وزوءك وطيبتك في الوقت اللي انا مديون كتير جدا انت دفعت كل الدين والمصيبة ان انا لسه بدين الناس بحاسب الناس على جنيه واثنين وانا علي ملايين ومليارات وانت بجرة قلم دفعت الدين دا كله ما طلبتش غير حاجة واحد سامح اخوك ما تحسبش اخوك وكل مرة اخزلك وتكسفني بزوءك وتقول لي حاضر هسامحك ولو ما سامحتنيش ما لهاش غير جهنة ومع كده انت بتسامح يعقوبك ممكن يقول له رب كسفتني انا سرقت البكورية وبعد سنين سرقت البرك تحكت على ابويا تحكت على اخويا كنت طمع واناني وفي الاخر انت جتلي وولتلك ما تسبنيش وولتلي مش هكسفك هكون معاك وهتقبل اخوك اللي هيموتك هيحضنك عشان خاطرك وعدت الليلة اللي شاف فيها عيسو فوجئ ان عيسو تبدل ليه قال له كسفتني بقى انا فاكر عيسو هيموتنا انا والعيال يعيط عيسو الجبار المفتري ده ايه الزوء ده كله رب انت عملتها ازاي كده انا ما استهلش غير ان انا يعمل فيه اللي هو عاوزه بس انت كسفني بترتيباتك بولس الرسول من اكتر الناس اللي عرفت تقول المعنى ده لما قال تفاضلت نعمت ربنا جدا يعني كسفني جدا مغرقني بزيادة ليه لانه بولس بالذات كان ضد المسيح كان مفتري كان مجدف ودول حبايب ربنا اللي عزبهم دول دول ولاده اغلى ما عنده فهو جرح في المسيح لما افترى وبعدين يقول له انت بتطهدني ليه انا بحبك على فكرة انا هفضل احبك هتفضل ترفص ليه هجيبك فقال له انت كسفتني انا بقى الرجل بتاعك انا في يوم الايهام ابقى رسول زي الرسل انا تديني قدرة معجزات انا تحطيني في جهنم ومش كفاية ده الطبيعي بتاعي لكن افاجأ انك انت كل ده تشعل وعملت الديني نعم وبركاته وسمعه وقيمه لما الواحد يكون فينا احبائي غير امين وظننا كلنا في لحظة صدقة هنقول احنا غير امانة مش بتصلي كويس وتفاجأ باستجابة بزمتك صليت كويس لا طب الاستجابة اكتر من التوقعات طب دي ايه دي ده كرم ربنا ان هو ده ربنا الحنين الطيب اللي بيديه خلاص لكن انت ما صليتش كويس لما تكون ما تعبتش وبتاخد مكافأة ما تعبتش ما عملتش حاجة زيادة اللي عملته اقل كتير من اللي المفروض يتعامل وفي الاخر تلاقيه استمر ونتايج وبركة ونجاح اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب لما تكون مش بتحب الناس كفاية وتفاجأ ان الناس بتحبك وانت قلبك مش نقي انت مش طيب قوي زي ما هما فاكرينك بس الناس بيحبوك بجد عشان ربنا خلك تتحب بدا ايه ده كله ده ده هو ده مش انت فتبقى دايما بتقوله كسفني لانه ما استهلش ده كله لما تكون بخيل واناني لمؤخذة يعني بخيل في عطاءاتك لسه شغال على العشور وبتفكر كمان لسه بتدي ربنا بالقطارة الدقيقة والساعة يوم ما تطلع تبقى عملت حاجة وربنا ما تديك ابدية مش سنين ولا الاف السنين ابدية وانت عملت فكر عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة ويوم ما تدي ساعة تبقى حاسس ناك عملت حاجة كبيرة وربنا بيقول لك كله كله هتاخده في الاخر ما تكون بخيل في مشاعرك او افكارك صلواتك نشفة دماغك رايحة في الدنيا سرحان طول وقت الصلاة وربنا ما بيبطلش يفكر فيك ما بيبطلش مركز معاك طول الوقت كل ده يكسف لما تكون لسه يهمك اوي مجدك كرامتك سمعتك حتى جوا الخدمة يبقى فارق معاك قوي تشجيع اللي حواليك وكلامهم الحلو وبعدين وربنا ساكت على ده كل مع انك بتسرق من مجده المفروض كل المجد ليه كل كرامة تبقى ليه وانت واخد منها شويتين ومعاك ده هو ساكت ويكسفك بالزوء يقولك لا ده انا لسه محاوش لك السامة كمان انت هتاخد مجده ابدي لما تبصوا حواليكم احبائي تكتشفوا زي ما قالوا القدسين الكائن الوحيد اللي تعب ربنا هو الانسان كائن الوحيد اللي غلب ربنا البنيات كائن الوحيد اللي بيكسر كلام ربنا البنيات مفيش نبات ولا حيوان ولا طير ولا جماد بيعمل حاجة عكس ارادة ربنا مفيش كله مخلوق بالبرنامج لازم ينفس الوحيد اللي ربنا احترمه قوي وداله حرية ارادة وعمله ابن الدية هو اللي خزله وداز على حقه وعمل نفسه اله من غيره وبعدين ربنا يقول له ولو هجيلك برده رجعك وحضنك زي ما سليمان مرة قال بصوا على الناملة تكسفوا الناملة ما بيحتاجش رايس ومعه كده منظم جدا وما بيبطلش شغل احنا يجيبونا رايس وبرده مش منظمين ومش عاوزين نشتغل ففي كائنات افضل مننا كتير النحل يلف على الورد كله عشان يعمل عسل لحساب الملكة مفيش نحلة منهم تقول انا وتقول انا تعبت مستنية تقدير وكرامة كله متبرمج لحساب الملكة واحنا يوم ما نعمل حاجة زيادة نبقى الواحد مستني رد الفعل من الناس العصفير اللي كلمنا عنها ربنا تكسفنا على فكر هو قال كده بصوا على العصفير اللي بتزرع ولا بتحصد بس ما بتقلقش بتفكرش ابوكم السماوي يقوتها مفيش واحد منها بيقع إلا بإذنه كم أنتم بالحرية أفضل منها يبقى كل اللي بحوالينا يكسفنا على فكر السماء الجميلة دي معمول عشانك وعشاني وأنا كسف ربنا ولا ببص عليها ولا بقوله شكرا الشجر الجميل ده معمول عشاني وعشانك ولا بحس بيه ولا بقوله شكرا كل الكائنات تمجد ربنا وتعمل دورها وإحنا في حتة تاني خالص كسفتني يا رب لما بعثت ناس لي في حياتي الناس دول كان لهم دور كبير أوث خلاص يعني لوط مثلا أكيد جاله اليوم اللي قاله ربنا بكسوف منك أنا أدي ظهري لأبوي إبراهيم عشان شوية فلوس وأروح سدوم معمورة برجلية وتخرب تقوم تبعث لي إبراهيم ينقذني ده اللي حصل وقت الحرب أبونا إبراهيم راح أنقذ لوط وبعدين لوط قال له شكرا أنا راجع سدوم معمورة ربنا بيكسفنا بزوقه وسمحوني وإحنا بنكسفه بقلت زوقنا لأنه بعد ما بيكسفنا اللي بيعمله ياريت حتى الواحد يختشي لا بيكمل في الغلط بيسوق فيها بيرجع بطبعه يغلبه ورجع تاني لوط لسدوم معمورة ولما راح سدوم معمورة اللي أنقذه صلاة عم إبراهيم أبونا إبراهيم اللي قال له لا يا رب حشاك ياك تعمل كده عشان لوط هناك طيب ما لوط كسفك وخزلك وعشان خاطر وعت الملاكين ينقذوا لوط وعياله لما بعثت مريم المجدلية كسفتني الرسل ما صدقهاش وقاله إنها بتخرف حاجة تكسف على فكرة ليه؟ لأن المسيح كان يقول لهم كذا مرة أنا هموت وأقوم وقات مريم تقول لهم القبر فاضي شوفنا الملايكة والملايكة بيقولوا قام قالوا لها أنت بتخرف وراحوا بطرس ويحن على القبر لقوه فاضي ولسه وراح المسيح ليلتها جالهم العلية وقال لهم كده يعني إيه؟ أعمل إيه أكتر من كده؟ أنا قلت لكم هقوم وبعدت البنية الصبح تقول لكم إن أنا قمت بس كسفتني يا رب لأنها بتبشرني وأنا بقول عليها مجنونة كسفتني وأنت بتبعت لي ناس بيقولولي ما تخاف وأنا أقول لهم كلام سهل مع أن أنت بعيت لي الناس اللي يقولولي بعيت لي الآيات بعيت لي المواقف كل حاجة بتبعتها في وقتها وأنا ببصلها باستخفاف ومش باستقبل كسفتني كسفتني ده في لوبوس بقى وأنا بقيت الناس اللي أجانب جايين يتوسطولي عشان عرفهم بيك جوم يقولوا في لوبوس نريد أن نرى يسوع تخيلوا إحساس في لوبوس كده داخل على المسيح مش بيفتح باب يعني مش بيستأذن ده المسيح بتاعه قال له في شوية أجانب عوزين يشوفوك وهو حاسس بقى أنه إيه واسطى يعني وهو مع المسيح طول الوقت وما فاتش ساعات وهرب زي غيره من وقت الصليب كسفتني يبقى محسوب خادم عليك محسوب أن أنا قريب عليك الناس بتصق في صلواتنا وإحنا صلواتنا ضعيفة وربنا ما بيكسفناش لي عشان إحنا أولاده برضو كسفتني يا رب وإنت نفس الطلب اللي طلبته بترجع تطلبه مرة اتنين تلاتة عشرة وأنا بطنش مرة اتنين وتلاتة وعشرة لبلاقيك تنرفست ولا زعلت ولا قفشت ولا قفلت عادي ده اللي حصل مع يونان بعد ما ركب المركب طرشيش وقام البحره وكان هيموت ودخل الحوت وطلع من الحوت منتهى البساطة والثلاسة صارت كلمة الرب إلى يونان مرة تانية قم اذهب إلى نينة والمدينة العظيمة لقال له ها تعلمت الدرس ولا لا ها جب حد تاني مفيش كلام زي كتا ولك إنه غلط يلا روح بقى وراح وكلفت الخدمة فيهم برضو لكن بيقول له كسفتني أنا كلما غلط كلما أنت تغرأني كلما ازدادت الخطيئة ازدادت النعمة كسفني يعني أنا بقى بعمل ده كله وإنت عملت أعمل ده كله كسفتني يا رب لما سألتني ثلاث مرات بتحبني وإنا كل مرة بقولك بحبك وأنا مكسوف لإني مش قدها وطلعت جبان وما كنتش قدها وإنت كل مرة تقولي أنا مستني تقولي بحبك عشان أقولك إيه عشان قدام إخوتك التلاميذ ترجع خادم زي الفل ترجع رسول مهما حصل مهما غلط وبيقول لنا أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخاف أنا أعينك كم مرة ربنا يقولك ما تخاف وترجع تخاف كم وعظة سمعتها عن القلق ولسه بتقلق كم وعظة سمعتها عن المحبة ولسه مش عارف تحب الناس كم مرة الواحد سمعتها عن الصلاة ولسه بيه كروة الصلاة وربنا لسه مكمل عادي خالص وبيحبنا والسماء بتمطر والشمس بتطلع وقال لك أننا عملنا حاكم ديبنا ربنا طيب بتاعنا كسفتني يا رب لما جاء لك وقت بتعطلني عن الغلط عشان مضيعش خالص لما بعث أبي جايل لداود بعث الإناز زي كده داود كان رايح في يوم هيعمل غلطة مصيبة تاني هيموت نابال وإيه حتة كرامة يعني مالهاش فربنا خالص الوقت دا كات أبي جايل ست عقلة كده فششته وعقلته وقالت له لا ما تعملش كده أنت الرجل بتاع ربنا وقال لها مبارك ربنا اللي بعتك لي وبصل السامة في رأيه وقال له كسفتني كسفتني لما واحدة ما تعرفش ربنا هي اللي تعقلني وتقول لي ما تعملش كده ما يصحش على واحد زيك يعمل كده ما يصحش دا انت بتاع ربنا انت أسيفك دا مش بتاعك كلمت فكانت ايه ألم على وشه فوقه كسفتني يا رب وأنا طماع وبحب أخذ فلوس الناس وكل الناس بتكرهني وكل الناس أرفانة مني وبتشتم يوميا وبعدين تقف تحت الشجرة وتنشن وتقول لي يلا هدخل بيتك النهاردة وما تطلبش ولا طلب وكأني أهم واحد في أريحة تعمل لي ايه موكرامة ببقى مش هارفة أعمل لك ايه قلت لك يلا خد كل حاجة نص الفلوس الفقرة والنص التاني نصلح الغلط لأنك كسفتني لأنه فيش حد زيك كسفتني لما كون ناوي على كذب ولقيك يا رب تغطي الموقف عشان ما أعشف الكذب ناوي على شهوات ولقيك توقف الموضوع عشان ما أعشف شهوات ناوي على ظلم وانفجار وخصام وعداوة ولقيك تحلها قبل ما انفجر وكأنك مستكتر علي الشر اللي ممكن نقع فيه كل ده بتعمله وانا للأسف مش وخد بالي كسفتني لما بتحصرني أنا بفلد منك وبزوغ منك وبهرب وانت محوط علي زي العيل الصغير المشاغب الهايبر اكتف ده اللي ايه أمه ماشي وارا طول الوقت تتحلق عليه كده عشان ما يرزعش دماغه في حاجة ولا يكسر حاجة على رجليه من خلف ومن قدام من حاصر تاني وجعلت علي يدك يعني عشان برضو رأسي ما تخبط شف حاجة تخيله ادين ربنا كده وكده وكده لانه ده مش اغب عجيبة هزي المعرفة فوقي ارتفعت لا استطيعها يعني too wonderful for me ده التعبير يعني كتير قوي علي مش مصدق انك مركز معايا كل ده اعجب من اي خيال اللي بتعمله ده هروح منك هتجبني اين اذهب من روحك من وجهك اين اهرب لو رحت السماء هلاقيك لو دخلت اللي هاوية هتطلعلي هجيبك هجيبك كسفني وانت بتجري ورايا وانا بجري منك كسفني مرة واحد بيقول لي قلت مش هصلي وهتفرج على التلفزيون عند بقى فتحت فيلم اول لقطة وي هاف تو براي يا ناري سويت يعني لازم نصلي هي هروح فين بقى فحسيت انه دخلت اصلي قلت له عامل ايه زهقان ومش عاوز اصلي رحت للتلفزيون لقيته بيقول لي دخل صلي فيحصل معانا حاجات زى كده ان ربنا بيلحق علينا عشان يكسفنا بس اللي اخد باله عشان كده القديس بولس لما دخل سجن روما وبعت لأفاسوس هو كان حاسس بالمشاعر دي كلها رغم انه جوا السجن بس كان شايف انه هو بتفرج على 30 سنة بعد معرف المسيح مش مصدق روحه ان شاول اللي كان مفروض يبقى في الجحيم دلوقتي بيغير العالم مع المسيح وماءات والاف امنه وكنيزة فتحت وبقاله تلاميذ فبقى مش مصدق انا تعمل مني ده كله انا اطلع مني حاجة عدلة انا الناس تحبيني بعد ده كله ازاي عملت فيه كده يعني فقال للناس لو تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا الى كل من الله وقبلها يقول حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلوه يعني الموضوع كبير اوي عشان تعرف ادي ربنا بيحبك ساعتها قال القادر ان يفعل فوق كل شيء اظن الاية دي اكثر اية فيها مبلغة استخدمها بولس اكثر اية كان بيضرب في العالي كده القادر ان يفعل فوق كل شيء واكثر جدا مما نطلب او نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا عشان كده بطل يكلم وقال لك المجد له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع الى جميع اجيال ظهر الظهور ده واحد لسان حاله كسفتني وكسفت الناس كلها رب بمحبتك الفائقة المعرفة كلما الواحد يشعر بمشاعر خجل يتأكد انه ماشي صح من اجمل المشاعر اللي اتفرح السماء ان الواحد يبقى مكسوف من ربان الخجل امام الله من ارقى المشاعر الروحية الواحد يبقى مكسوف دي معناها توبة معناها حب معناها تواضع معناها حاجات كتيرة كده من اللي بتعجب ربان فلما تحس في لحظة انك مكسوف من ربان تأكد انه في اللحظة دي هو معجب بيك هو مش بس راضي هو فرحان فرحان انك انت وصل لك الشعور ده زي الابن الضال وهو في حضنة به كان مكسوف اوي مكسوف اوي ليه لانه طب يديني قلمين طب هزقني طب اطردني طب شغلني خد دم عندك طب اعمل اي حاجة لكن معقول بعد كل اللي انا عملته هرجع باشا وتعمل لي حفلة مفيش حاجة تتقال فهو كسفه لكن الشعور هو مكسوف يخليه لا يمكن يسيب البيت تاني وهو ده اللي ربانا بيبقى عاوز انه انوصله انك تكسف لدرجة انك تقول ايه مايصحش اعمل كده في ربانه بعد اللي اعمله لازم اختشي وبطل عشانه مس عشاني لانه كسفني لإلهنا كله مكدو كرامة لك